وصل وزير المالية أحمد كاجوك سلسلة لقاءات في إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 من ممثل كبرى المؤسسة المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن وشارك كاجوك في جلسة نظمها بنك أوف نيويورك ميلون بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من المسؤولين كما أكد كاجوك أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن على نحو انعكس في مؤشرات جديدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهية في يونيو الماضي هذا وقد تم تحقيق فائد أولي بنسبة 6.1% وتراجع معدل عكز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في حين انخفض المعدل الدين الداخلي للموازنة بنسبة 4.7%